من صباح يوم الاثنين التاسع عشر من تموز الجاري وحتى مساء يوم الجمعة الثالث والعشرين من الشهر ذاته عطلة عيد الأطحى المبارك وبحسب البلاغ الرسمي الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصونة فإن ذلك يشمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة وتستثنى من ذلك البلاغ تلك التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك